البين الأول حكايته ايه؟ وقصته ايه؟ قصة البيان رواها السيد أحمد أبو الغيط في كتابه شاهد على الحرب والسلام كتاب ده شاهد على الحرب والسلام روا قصة البين الأول احنا سمعنا البيان وبنت نسمع البين بس هي قصة البين الحقيقية؟ سيد أحمد أبو الغيط قال حقيقة هذا حكاية البيان ده في صفحة 34 البيان الأول كان سيد أحمد أبو الغيط في ذلك الوقت في مكتب مسشار الأمن القومي محمد حفظ اسماعيل قيد العامة قوات المسلحة أرسلوا بيان لمسشار الأمن القومي رئيس سادات أخذ البيان سيد حفظ اسماعيل إداه ليه الدكتور أشرف غربال كان مساعد مسشار الأمن القومي عشان يروح بالتلفزيون محدد إنه البيان كان يتزاق الساعة واحدة ونص ظهر يوم 6 أكتوبر والعمليات الهجوم المصري كان هيبدأ الساعة 2 وخمسة فالسيد حفظ اسماعيل اتكلم مع أحمد مهر السيد اللي كان وزير خارجية مصر بعد ذلك وكان معاه أحمد أبو الغيط وقال لأحمد مهر السيد أشرف غربال ادي له الجواب ده خطاب ده مصدرف مقفول ويتوجه بيلي التلفزيون البيان ده ما يتفتحش إلا قبل ثواني ولحظات من إزاعة البيان لساعة واحدة ونص فطبعا بفراس الدبلوماسية أحمد مهر السيد سأل السيد حفظ اسماعيل ده قصة مهمة جدا رواها السيد أحمد بغد في الكتاب قال له طب احنا العملية هتبدأ واحدة ونص قال له لا العملية هتبدأ على الساعة 2 وخمسة قال له طب ازاي نعمل بيان ساعة واحدة ونص وإسرائيل هنديها خبر ان احنا هنعمل عمليات فقال لك للحظة كده حفظ اسماعيل بالفعل لقى الكلام واجه جدا قال له خلاص البيان اتزاع بعد الساعة 2 وبالفعل ازيع البيان الساعة 2 وخمس دقائق مع بدء الهجوم المصري ازيع البيان الاول تاني البيان الاول وكانت مصر واخدة يعني كانت عاملة ايضا زي متقول كده اللي هو خدع او خداع استراتيجي ايضا في البيان الاول ليه احنا في البيان الاول قلنا ان اسرائيل هي اللي بدأت دي خطة خداع ايضا عشان المجتمع الدولي بتقول المجتمع الدولي هما اللي بدأوا عشان محدش بقى يعمل بقى وحاجات انتو عارفين بقى المجتمع الدولي في ذلك الوقت هيعملوا ايه فاسرائيل هاجمت علي ودي كانت خطة خداع مش احنا اللي هاجمنا احنا اللي بدأنا الهجوم مش هما ده هما على بان ما صحي وفاقه كنا احنا دمرنا وعدينا ونروحنا ناحية تاني وعبرنا وكل الكلام ده على بان فاقه انه كان من ضمن خطة الخداع لانه عادنا النايم اسرائيل فترة نكتب في الاهرام في الصفحة الاولى خبر كده في الصفحة الاولى كان من ضمن خطة الخداع الاستراتيجية انه قائد القوات الجوية راح ليبيا في زيارة الى ليبيا القوات المسلحة بتنظم رحلات عمرة رحلات عمرة لقادة والضباط والافراد ده من ضمن ايضا في الصفحة الاولى في الاهرام خطة خداع استراتيجية في الاهرام صفحة اولى اخبار كده صغيرة تنظيم رحلات طب ايه الجيش اللي هيحارب ورايح رحلات وقادة قوات الجوية راح ليبيا وكمان انه فيه ممكن يتعمل زيارات انه الرئيس السادات يروح زيارات لدول عربية من ضمن خطة الخداع الاستراتيجية ويعود في نفس الليلة يعني يمشي الصبح ويرجع بالليل ضمن خطة رئيس رايح يزور دولة عربية ويرجع عنده حرب بعد ساعات من ضمن خطة الخداع الاستراتيجية